وكخلاصة نحصل على أعداد السطر أو العمود الثاني انطلاقاً من أعداد السطر أو العمود الأول بإضافة أو طرح نفس العدد بالضرب في نفس العدد أو القسمة على نفس العدد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حصتنا البنائية ستكون مع درس من دروس بمستوى الثالث نحو التناسبية العلاقات العددية الأهداف تعرف العلاقات العددية أضيفه أضربه أطرحه أقسمه وعكسها وأستخدمها لملء جداول مع توظيفها في حل وضعية مسألة فلنبدأ على بركة الله بنشاط تمهيدين نقوم فيه ببعض العمليات البسيطة مثلاً للانتقال من 4 إلى 16 ما هي العملية أو العمليات الممكن إنجازها مثلاً 4 في 4 تساوي 16 إذن هنا نستعمل الضرب أو يمكننا أيضاً أن نستعمل الجمع فنقوله 4 زائد 12 تساوي 16 كذلك هنا للانتقال من 5 إلى 30 يمكننا أن نستعمل عملية الضرب فنقوله 5 في 6 تساوي 30 كما يمكننا أيضاً أن نستعمل الجمع فنقوله 5 زائد 25 تساوي 30 إذا لدينا هنا 18 إذن كيف يمكن أن ننتقل إلى العدد 9؟ إذن ما هي العملية المراد استعمالها؟ نلاحظ أن نتيجة هنا أصغر من الحد الأول يعني إما أن نستعمل الطرح أو نستعمل القسمة إذن لدينا 18 ناقص 9 تساوي 9 أو القسمة فنقول 18 مقسمة أو مقسومة على 2 وتساوي 9 أيضاً هنا أيضاً ما هي العملية المراد إنجازها؟ لدينا الحد الأول 12 والنتيجة تساوي 6 يعني أصغر من الحد الأول إذن هنا هل سوف نستعمل الجمع؟ لا هل سوف نستعمل الضرب؟ لا هل سوف نستعمل الطرح؟ نعم ممكن أن نستعمل الطرح إذن إذا استعملنا الطرح ما هو العدد الذي نطرحه من 12 ويساوي 6؟ هو العدد 6 وهنا يمكننا أيضاً أن نستعمل القسمة؟ نعم ممكن إذن ما هو العدد الذي نقسم 12 عليه ونحصل على العدد 6 إذن هو 2 إذن نعلم أن عكس الجمع هو الطرح وعكس القسمة هو الطرح لدينا هنا 4 في 4 تساوي 16 هذا يعني أن 16 مقسم على 4 تساوي 4 وأيضا 4 زائد 12 تساوي 16 هذا يعني أن 16 ناقص 12 تساوي 4 كذلك هنا 5 في 6 تساوي 30 30 مقسم على 6 تساوي 5 5 زائد 25 تساوي 30 30 ناقص 25 تساوي 5 18 ناقص 9 تساوي 9 9 زائد 9 تساوي 18 18 مقسم على 2 تساوي 9 9 في 2 تساوي 18 12 ناقص 6 تساوي 6 6 زائد 6 تساوي 12 12 مقسم على 2 تساوي 6 6 في 2 تساوي 12 ننطلق مع وضعية البناء والتي سوف نتعرف من خلالها العلاقات العددية واستخدامها لملء جداول مع توظيفها لحل وضعية مسألة في مناسبة عيد الأم ساهمت ثلاث أخوات كل منهن بمبلغ 60 درهما لشراء هدية لولدتهم ثمموا ملء الجدول التالي بعد إنجاز العمليات اللازمة إذا لدينا ثلاث أخوات هن عائشة، خديجة ومريم كل منهن تملكوا أو توفروا مبلغا وكل واحدة ساهمت بمبلغ 60 درهما لشراء الهدية ونريد أن نعرف المبلغ المتبقي بعد شراء الهدية لكل واحدة منهم سوف نبدأ بحساب المبلغ المتبقي لدى عائشة إذا لدينا عائشة توفروا مئة وخمسة وسبعون درهما ساهمت بمبلغ 60 درهما ونريد أن نعرف المبلغ المتبقي سوف نستعمل عملية الطرح لمعرفة ما تبقى لديها من مال إذا لدينا خمسة ناقص سفر تساوي سفر سبعة ناقص ستة تساوي واحد وواحد ناقص لا شيء تساوي واحد إذا المبلغ المتبقي لدى عائشة هو مئة وعشرة درائم سوف نحسب المبلغ المتبقي لدى خديجة إذا خديجة تملك 280 درهما ساهمت هي أيضا بمبلغ 60 درهما ونريد أن نعرف كم تبقى لديها إذا سفر ناقص سفر تساوي السفر ثمانية ناقص ستة تساوي اثنان واثنان ناقص سفر تساوي اثنان إذن بقي لديها 220 درهما مريم تملك 300 درهما ساهمت بمبلغ 60 درهما سفر ناقص سفر تساوي سفر سفر ناقص ستة لا يمكن إذن نأخذ عشرة من المئات فتبقى لدينا هنا اثنان إذن عشرة ناقص ستة تساوي أربعة واثنان ناقص سفر تساوي اثنان إذن المبلغ المتبقي لدى مريم هو 240 درهما بالنسبة للأعداد 175 مئتان وثمانون وثلاثمائة ماذا تمثل بالنسبة للجدول؟ تمثل أعداد السطر الأول و110 مئتان وعشرون مئتان واربعون تمثل أعداد السطر الثاني للجدول إذن كيف انتقلنا من أعداد السطر الأول إلى أعداد السطر الثاني؟ كيف انتقلنا من أعداد السطر الأول إلى أعداد السطر الثاني؟ انتقلنا بطرح العدد 60 في كل مرة فنكتب هنا ناقص 60 إذن 175 ناقص 60 تساوي 110 28 ناقص 60 تساوي 220 300 ناقص 60 تساوي 240 إذن نلاحظ هنا إذن لدينا عملية طرح في كل مرة إذن ما هي العملية العكسية لعملية الطرح؟ هي عملية الجمع يعني أنه إذا أردنا الانتقال من أعداد السطر الثاني إلى أعداد السطر الأول ماذا سوف نفعل؟ سوف نقوم بإضافة العدد 60 في كل مرة فيصبح 110 زائد 60 تساوي 175 220 زائد 60 تساوي 280 240 زائد 60 تساوي 300 وهذا يعني أنه للانتقال من أعداد السطر الثاني إلى أعداد السطر الأول يتم إضافة العدد 60 نبقى مع نفس الهدف ونمر للوضعية الثانية أحدد العلاقة بين أعداد السطر الأول وأعداد السطر الثاني وبين أعداد العمود الأول وأعداد العمود الثاني ثم أجتمم ملء الجدول في كل حالة أولاً دعونا نميز بين السطر والعمود في الجدول الجدول يحتوي على مدخلين هذا يسمى المدخل الأول هذا المدخل الثاني أيضاً هذا يسمى بالمدخل الأول وهذا المدخل الثاني إذا كان الجدول بشكله الأفقي فالمدخل يسمى بالسطر وإذا كان الجدول بشكله العمودي فالمدخل يسمى بالعمود دعونا نبحث عن العلاقة بين أعداد السطر الأول وأعداد السطر الثاني في الجدول الأول بين 8 وأربعة إذن كيف انتقلنا من 8 للوصول أو للحصول على العدد 4 نلاحظ أن 4 هي أصغر من 8 إذن إما نكون قد انتقلنا باستعمال عملية الطرح أو انتقلنا باستعمال عملية قسمة إذن نبدأ بالطرح 8 نطرح منها ماذا لتعطينا 4 إذن 8 ناقص 4 تساوي 4 فنحاول أن نتأكد هنا لدينا 12 إذا طرحنا منها العدد 4 سوف تساوي العدد 6 هنا لدينا 50 ناقص 4 تساوي 35 وهنا لدينا 25 إذن هل هي عملية طرح؟ لا إذن هنا سوف نقوم بعملية قسمة 8 مقسومة على أي عدد تعطينا العدد 4 إذن مقسومة على 2 إذن 12 مقسومة على 2 تساوي 6 50 مقسومة على 2 تساوي 25 إذن انتقلنا من أعداد السطر الأول إلى أعداد السطر الثاني بالقسمة على العدد 2 هنا سوف نتمم جدول 100 مقسومة على 2 تساوي 50 وللتأكد نقوم بالعملية العكسية للقسمة يعني عملية الضرب في 2 50 في 2 تساوي 100 25 في 2 تساوي 50 6 في 2 تساوي 12 4 في 2 تساوي 8 أمر للجدول التالي إذن لدينا أعداد السطر الأول نأخذ هنا عدد وهو 2 كيف انتقلنا من 2 إلى 10 إذن نلاحظ أن 10 أكبر من 2 يعني أنه إما استعملنا الجمع أو استعملنا الضرب سوف نبدأ بالجمع إذن ما هو العدد الذي نضيفه إلى 2 ويساوي 10 هو 8 إذن سوف نحاول أن نضيف 8 في كل مرة لأعداد السطر الأول إذن 10 زائد 8 تساوي 18 وهنا لدينا 50 إذن ليست عملية جمع إلا عملية ضرب إذن 2 ضرب عدد يساوي 10 هو 5 إذن 2 في 5 تساوي 10 سوف نحاول أن نقوم بضرب جميع أعداد السطر الأول في 5 إذن 10 في 5 تساوي 50 صحيح 7 في 5 تساوي 35 إذن هنا ننتقل من أعداد السطر الأول إلى أعداد السطر الثاني بالضرب في العدد 5 ونسمي من جدول 8 في 5 تساوي 40 ولكي نتأكد نستعمل العلاقة العكسية إذن هنا ضربنا في 5 للانتقال من أعداد السطر الأول إلى أعداد السطر الثاني هنا سوف ننتقل من أعداد السطر الثاني إلى أعداد السطر الأول بالقسمة على 5 40 مقسمة على 5 تساوي 8 35 مقسمة على 5 تساوي 7 50 مقسمة على 5 تساوي 10 10 مقسمة على 5 تساوي 2 نأتي الآن إلى الجدول الثالث هو بشكله العمودي إذن سوف نتكلم عن العمود الأول إذن كيف انتقلنا من العمود الأول إلى العمود الثاني يعني كيف انتقلنا من 25 إلى 15 إذن نلاحظ أن 15 هي أصغر من 25 إذن هنا لدينا احتمالين إما أن نستعمل الطرح أو نستعمل القسمة هنا سوف نبدأ بالطرح إذن ما هو العدد الذي نطرحه من 5 ويعطينا 15؟ نبدأ بالوحدات إذن 5-0 تساوي 5 2-1 تساوي 1 إذن هنا طرحنا 10 سوف نحاول أن نطرح 10 في كل مرة إذن 10-10 يساوي 0 صحيح 33-10 23 صحيح إذن هنا ننتقل من العمود الأول من أعداد العمود الأول إلى أعداد العمود الثاني وذلك بطرح العدد 10 في كل مرة إذن 17-10 تساوي 7 بالتأكد نستعمل العلاقة العكسية للطرح هنا وهي الجمع إذن سوف ننتقل من أعداد العمود الثاني نحو أعداد العمود الأول وذلك بإضافة العدد 10 فنقول 7-10 تساوي 17 23-10 33-0 15-10 15-10 تساوي 25 نمر للجدول الأخير كذلك كيف ننتقل من أعداد العمود الأول نحو أعداد العمود الثاني إذن يعني كيف ننتقل من 10 إلى 17 إذن كما نلاحظ 17 هي أكبر من 10 يعني أنه إما أضفنا عدد أو ضربنا في عدد إذن لدينا عمليتين إما الجمع وإما الضرب سوف نحاول مع الجمع إذن 10 زائد ماذا تساوي 17 10 زائد 7 تساوي 17 نحاول أن نضيف 7 في كل مرة إذن 25 زائد 7 تساوي 32 4 زائد 7 تساوي 11 صحيحة إذن هنا في كل مرة نضيف العدد 7 وبالتالي 7 زائد 7 تساوي 14 ولكي نتأكد نقوم بالعملية العكسية هنا لدينا للجمع هي الطرح وذلك بالانتقاد من أعداد العمود الثاني نحو العمود الأول بطرح 7 إذن 14 نقل 7 تساوي 7 14 نقل 7 4 32 نقل 7 25 17 نقل 7 تساوي 10 وكخلاصة نحصل على أعداد السطر أو العمود الثاني انطلاقا من أعداد السطر أو العمود الأول بإضافة أو طرح نفس العدد بالضرب في نفس العدد أو القسمة على نفس العدد وبذلك نأتي إلى نهاية حصتنا البنائية نلقاكم على خير في تسين جديد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورحمة الله تعالى 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 ورحمة الله